يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن الاستدلال بقوله سبحانه فقرأوا ما تيسر من القرآن على قراءة مقطع من وسط الثورة في الصلاة سواء كان يقول هذا في الصلاة الجهرية وفي غيرها علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من أوائل الثور إما أن يكملها وإما أن لا يكملها ما كان يقرأ من أوساق السور ولا من أواخر السور كما قال ابن القيم إلا في رتعتي الهجر يعني الراتبة قد قرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم من سورة آل عرام قال والمناسبة أن قلوا آمنا بالله هذا في توحيد الربوغية وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ألا نعبد إلا الله هذا في توحيد الألوغية نعم وما عدا ذلك ما كان أفرأ من نفسات السور أواخر السور نعم نعم المترجم للقناة